التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقيا برئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة اليونانية تناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة التقى الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق ديمتريوس خوبس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وفي بداية اللقاء قدم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق اول عبد المجيد سقر متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد وتناول لقاء مناقشة علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكل البلدين الصديقين في العديد من المجالات بما يدعم جهود الامن والاستقرار بالمنطقة وفي سياق متصل التقى الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وفي مستهل اللقاء قدم رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق احمد خليفة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية واعرب الفريق احمد خليفة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة بين القوات المسلحة المصرية واليونانية مشيرا الى اهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين من جانبه اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات العسكرية بين الجانبين معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة